اشتركوا في القناة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلوتي أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعا ولا هم ينصرون وإذ تلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعرك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عدد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصرنا وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر أن طهر بيتي للطائمين والعاكفين واركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثموات من آمن منه بالله من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم أقله إلى عذاب المال ومئس النصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا منافجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتنو عليهم يتنو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز حكيم ومن يرى عملة إبراهيم إلا من سنع نفسه ولقد اشطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال لبه ربكم أسلم قال أسلمت لرب العالمين ورصى بنا إبراهيم ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم جهداء الحضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إليك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملوا همون وقالوا كنوا هودا أو لصا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أمزل إلينا وما أمزل إلى إبراهيم وما أمزل إلى إبراهيم وإسماعيل والإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمتم به فقد اهتدوا وإن تعلوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كوم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل لا تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصاراً قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتب شهادة عياده من الله وما الله بغافر عما تأملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشيق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك اجعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدوا الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تطلب وجهك في السماء فلنوذي أنك قبلتاً تراضاً فولي وجهك شطراً مسجد حرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطراً وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق بالربهم وما الله بغافل عن ما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أموالهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريطاً منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي لكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطراً مسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عن ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطراً مسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطراً لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشووني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكون وتعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني وما تكرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصادرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيان ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والدموع ونقص من الأبوال والأنفس والثمران وبشر الصادرين وبشر الصادرين الذين إذا أصادتهم صيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمرة من شعاء الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فلا جناح عليه أي الطوف بيما وما تطوع خيرا فإن الله مشاكر عظيم إن الذين يكتبون ما آزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاغنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم رعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجنعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينضرون وإلهكم إله ما يحيد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيانه الأرض بعد معتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا آيات لطوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله آدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولغير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وراءوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ومنهم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم من السوء والفحشا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما أنفين عليها بالنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ورداء سن بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم أيام تعبدون إنما حظم عليكم ورميت تودم ورحمة الحياسين وما أهل به لغير الله فمن اضطر الله يرضاقه ولا عاده فلا إذن عليه إن الله أفور رحيم إن الذين يكتبون ما آزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنها قليلا أولئك ما يأكلون في بطولهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يسكينه ولا منعذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالغدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نسل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق معين ليس الضاء تولوا وجومكم قبل المشرق والمغرب ولكن من المرضى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حب والقربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقام وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاندوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمنع في ألمو من أخي شيء فاتباعهم بالمعروف فاتباعهم بالمعروف وأداء إليهم إحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عناب أليم ولكم في القصاص حياة أيام للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إن ترك خيرا للوصية في الوالدين والأطرمين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثبه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من نوس جنفا أو إثبا فأصلح بينهم فلا إثب عليه إن الله غفر رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما مع دردانات فمن كان لنكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه وفهية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خيرا له وأن تصوه خيرا لكم وأن تصوه خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيكنات من الهدى والفنطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما نداكم ونعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعان أجيب دعوة الداع إلى دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الغرفة إلى نسالكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الضار أنكم كنتم تخدالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأليض وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأليض من الخيط الأسود من الفاجر ثم أتنوا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقلبوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإش وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس الدر بأن تأتوا البيوت من ضرورها ولكن من الدر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتلوا إن الله لا يهم المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشمر الحرام بالشمر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التبلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة من الله فإن أحسدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أدم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك فإذا ألنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل محاضر المسجد الحرام وابتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدان في الحج وما تفعلوا من خير يعلموا الله وتزودوا فإن خير الساد تقوى وابتقوا لي يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فطلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفاتها فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبره لمن الطالين ثم أفيضوا من حيث أذاب الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا على النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحسابا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تنشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في طلبه وهو ألد الخصار وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويملك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل لمتق الله نأخذته العزة بالنسل فحسفه جهنم ولمئس المهاد ومن الناس من يشهي نفسه بتقاء مرضات الله والله ضروف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زلتم من بعد ما جاءتكم البلنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سلني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدا فبعث اللهم لذين مبشرين وموذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بقيهم بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسنتم أها تدخل الجنة أم حسنتم أها تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضلاء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا هذا إن نصر الله طيب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتهم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ترجمة نانسي قنقر